نروح إلى خبر آخر وهو خاص بالجامعات المصرية والتعاون ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي مبارح الدكتورة هنيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي وجهت ببدء صرف المنحة الشهرية للطلبة المتفوقين في عشر جامعات حكومية العشر جامعات الحكومية دول هي ركزوا معايا حضراتكو عشان لهذه المنحة يتوجه إلى شؤون الطلبة في هذه الجامعات عشان ياخد مستحقاته جامعة القاهرة جامعة عين شمس جامعة اسكندرية جامعة المنصورة جامعة المنوفية جامعة الزقازيق جامعة الفيوم جامعة بني سويف جامعة جنوب الوادي وجامعة الوادي الجديد الطلب المتفوق في الجامعات دي يتوجه إلى شؤون الطلبة وحيحصل على ألف جنيه شهريا طبعا الطلب المتفوق ده بيكون تم تحديده من قبل وعارفين أساميهم ومسجلين ما فيش حد يروح يقول أنا متفوق فأنا عايز المنحة لأنت الأسامي دي بتبقى معروفة ومسجلة في شؤون الطلبة يتوجه في هذه الجامعات العشرة حياخد ألف جنيه شهريا وحيتم توفير الرعاية الصحية الشملة ليه وكمان حيتم تحمل تكاليف الأبحاث اللي حيعملها واللي حيشارك بيها في أي مؤتمر علمي